مرحبا مواليد برش الحمل كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين 22 للأحد 28 كانون الثاني يناير أحلى خبر بهذا الأسبوع يلي بهمك أمره طبعا هو اكتمال الأمر في برج ناري ببرش الأسد وذلك يوم الخميس 25 هذا الأسبوع مفروض يكون أفضل من الأسبوع اللي قطعت نحن هلأ موجودين بالجزء الثاني من شهر كانون الثاني يناير أنا حكيت عنه ببرشك الشهري كيف بدأت تكون الأحوال الفلكية خلينا نشوف كيفية الأحوال الثانين 22 في عنا مثلث فلكي بين الأمر والشمس موجود الأمر ببرش الشوزاء بيعطيك نشاط بيعطيك حيوية عم بيحكي طبعا فلكيا كل شخص بيتعامل مع هذه الظروف الظروف حسب طبعا همته حسب أعماله فبالنسبة لموالي برش الحمل الأجواء يوم الثانين ممتازة فيها حركة فيها نشاط وباقي هذا النشاط الإيجابي والمحرك لإلا عمالكن ولنشاطاتكن وكل مشاريعكن ودروسكن لمنتصف ليل توقيت بيروت الثالثة والأربعة الأمر بيصير بمربع مع برشكم ببرش السرطان بيصير في عنا شوية معطيات مختلفة شوية ما رحقول ضغوط لكن شوية متطلبات سواء كانت من العائلة أو من حياتكم الشخصية لكن الجو ما معناتها سلبي فقط تتعاطم على الأمور بهدوء وبرواء علما أنه يوم الثالثة كوكب الزهرة رح يدخل على بيت الشغل عنكن على بيت السمعة وبيت النجاح وبيت الشهرة فاحتمال أنه تبلش الأمور عنكن نوعا ما تترحرح نتفي تصبت شوي تتسهل وتتيسر الأمور الخميس الجمعة والسبت كل الدنيا وقعت تحت أثيرات الفولمون من برش الأسد الناري يلي مثل ما سبق وقلت يوم الخميس الساعة الساعة خلينا نشوف أي الساعة هلأ بيكون أي الساعة الصبح هو فتأثيرات هيدا الفولمون على مواليد برش الحمل ممتازة جدا قوية جدا مهمة تقع في البيت الخامس بيت النجاح بيت الإنجاز بيت التقدم بشكل مهم جدا فبعتبر مواليد برش الحمل أنتو بهات 3 أيام الأجواء عنكن رائعة جدا خليني بس أنا أكد على الفولمون هو بيصير الساعة 6 المساء توقيت عالمي يعني 8 المساء فكل العالم بتقدر ترقبه من منطقتنا المهم محظوظين جدا أنتو الخميس الجمعة والسبت السابت تحديدا حتى ساعة 10 المساء توقيت بيروت فترة كتير مهمة بتعطي مواليد برش الحمل طاقة للإبداع للإنجاز لتحديث الأمور لتطوير الأمور والقلب لتقلبه كل تقريبا مسألة ما كانت تزابطة عنكن فيكن تبرموها وتزابطوها على زوجكن حتى الأمور المعقدي بتقدروا تشتغلوه عليها الأحد الأمر ببرش العذراء برش ترابي في بعض الأمور يلي بتشكل عند مواليد برش الحمل شوية اهتمامات إضافية سواء بالنسبة لأموركم الدراسية يلي عنده دروس ويلي عم بيشتغل يوم الأحد أو يلي قاعد ببيته وعم بيخلص أشغاله في عنا أيضا بالنسبة للعمل وبالنسبة للأمور الصحية بتكتر بعض الانشغالات لكن إذا بتحطوا إيدكم إيد الآخرين بيمشي الحال تأثيرات الفول مون مهمة جدا على جميع مواليد برش الحمل بشكل خاص مواليد أدار مارس ويلي عنده عقدة الأمر بده ينتبه منا 7-8 نيسان أبريل بدي أتمنى لكم أسبوع حلو نلتقي مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل باي باي